ايها المتتبعون ايها المتتبعات السلام عليكم تحية طيب لجميع عيد سعيد للجميع تحية خاصة للمشاركين والمشاركات في القناة تحية خاصة للناس اللي يخليوا في التعليقات الموضوع اللي قدينا نطرق لهذا النهار وهو احد الموضوع اللي يعني غريب وهو الاغاني لصدرات مؤخرا على محمد السادس كما نشوفو انا كشخص كمغربي كيف يبلي هاد شي ؟ كي بلي هاد المغنيين لانا تقريبا هاد المغنيين كلهم اخد هدايا مع المالك واخدين ايش دكش دكش اللي يعلق اليهم يعلي كلهم هاد pallq لي من المالك بحال الشيخة تتعلق اليها 10 الاف فرانك ولا الف فرانك تعقل الشيخة وبحالها كده يدير ليهم المالك نبعلق اليهم و لكن ماللي يعلق اليهم من الذي يتعلق له تغنيه في العراسات الشيخات من الذي يتعليه من الذي تتعلق لديه 10 المرات لن يتغنيه المغنيين من ان ترى المغنيين لكن كلهم كانوا يتعلقها على المالك كلهم مولاد الشعب يعني كلهم مولاد الفقارة ولكن من اللي وصلوا وش كل يوصلهم وصلهم ذاك الإنسان المغربي البسيط ذاك الإنسان اللي عنده نيات يعجبه الفن ويعجبه الأغاني وذلك شيء ولكن دب هاد المغنيين اللي كنشوفهم يعني يتسلقون ويستعملون ظهور المغاربة للوصول إلى العلاق والوصول إلى الهدايا الملكية كيفما كان عارفوا أن الماليك كان جمحهم اللي عملي فات كان ظلم دنيا باطماء والمجراد وموسلم وكذا وريدوان كلهم هادو جمحهم وعلق لهم الهدايا ذاك ملي علق لهم الهدايا ذاكي تسابقه ودابا كنشوفه مؤخرا أن ساعد الناصيري يخرج دار من الحامة الفنال لأخر سميت وذلك الكوامانجي الكوامانجي اسميته استاتي تا هو خرج أغنية شكون زاد يعني بزاف الناس كنشوفهم أخرى عندهم يخرجوا الأغاني عن الماليك وهذه هي آخر أغنية اللي خرجت أش كتقول لك كتقول لك سيدي الشعبك اللي يحمق عليك فرحان اليوم ويبارك ليك الحب اللي في قلب ويهديك يطلب الله ليك يخليك بمثل هذه الكلمات قدم نجوم الأغنية المغربية سعد المجرد ودي دنيا باطمة وأسماء المنور والدوزي رسالة تهنئة وتقدير لملك المغرب محمد السليس بمناسبة عيد ميلاده عبر فيديو كليب مصور جمع أغلب النجوم لأول مرة في عمل واحد وجمعت الأغنية من ألمع النجوم المغاربة في عمل غناء واحد يعد الأول من نوعه من حيث عدد الأصوات المشاركة في تأدياته بلغ 15 فناناً ضم يونس فناير وحاتم عمور وإيكو وعسام كمال وعمار لطفي ونعمان بالعياشي وأشكين وماريا نديم وريدسو با ولاس مع السديق الإسمية تحت إدارة وإنتاج الموسيقي ريدوان وتم تصوير الكليب في تنجل الأسبوع الماضي ضمن حفل زفاف جامعة معظم هؤلاء النجوم مع عدد أسماء المنور وسعد مجرد مما شاركوا بمقاطع فيديو مصورة تمت إضافتها على الكليب لاحقاً وهذه هم الناس اللي كتشوفهم سعد المجرد أسماء المنور هم الأبطال في متوق وهي دنيا باطمان عم السيدي دوزي هم المغنين نعمان بالعياشي ولا ما يقلش كيبان ولاد الشعب تيبانوا ناس يعني من الطبقة البروازية الطبقة الأغنية تظهروا من لباسهم تظهروا من من أفكارهم من ابتساماتهم من السعادة اللي كيعيشوف يعني بيسر غيعيشوف السعادة غيعيشوف قمة السعادة لأنهم تستافذو تهمهم من النظام هدو هم ما يسمى بمغنيين القصر ومغنيين البالاط هدو هم المغنيين ديال البالاط كما يقالوا عليهم وهد الشي هده خاصة المغاربة يعرفوه هد يعني هد الحركة من طرف المغنيين اللي بدو تيخرجوا كدو هد الأغاني يعني هد شراء دبل مغاربة يقولون شراء عادي كين ناس يقولون بديها شراء عادي ورام العادي الحسن الثاني هذا شيء مدفوع من المخابرات المغربية ومدفوع من النظام المغربي أن هذا الناس يجب أن يكترون الأغاني على المالك مدام أن الشعب يحبهم هذا هو مغني بالنسبة للمغرب بحل شيء سيد ووالي بحل ملاي عبد الله أو ملاي اسمته أي والي يعني الوالي يمشيون الناس يتقربوا منه لله يمشوا لعند الوالي يطلبوه باش يطلب ليهم الله ولكن هذا هذا المغنيين يمثلوا ذاك المفهوم ديال الوالي فهمتوا ذا ما شو أريد أن أقول لكم يعني النظام المغربي يستعمل هذا المغني كأولياء باش يعني يوصل النظام بغي يوصل الحب ديالوك للشعب عن طريق المغنيين يعني بغي يبيين الشعب النظام بغي يبيين للشعب المغربي أنه محبوب يعني كنشوفوا ده بالمغنيين أنا السؤال المطروح خاصة قد نطرحه على ذاك الآخ اسمي ذاك ريدوان اللي مشهور في أمريكان وكذا وكذا بغيت غير نطرح عليه السؤال وش انت ذاك المسيرة الفنية ديالك اللي كانت شميريكان وش سمعتش ينهار أن الفنانين الأمريكيين تجمعوا وغنوا على أوباما ولا غنوا على ترامب ولا غنوا على شي شي مسؤول حكومي يعني غير بغيت يعني غير بغيتك يعني انت كإنسان يعني مو خضرم يعني كونتي حياتك كونتي يعني الحرفة ديالك كفنان وكمخريج وكموسيقية وكذا يعني أشيحيات كلها في الغرب وش فات لي كشفتي في شي دولة من دول الغرب أن المغنيين كيتجمعوا الفنانة كيتجمعوا وتغنيوا على المالك ولا على الرئيس انت حبيب نوك نحبوك وكنديرو ليك وكنديرو ليك وكنديرو ليك إن المغنيين بعض ما هو منذ quê حقيقتهم حقيقة نقوم بالتخليق لا يتدر أبوك لا يدر الغرب أيفهنا أوعي أكثر شي أحد يبدو التوارسك أين مغني عدام في العراسه وسيء until فابور وراء هاتش اللي طارو دابل هادو بحل دي العراسة اشتاد مغنيين دابل المغاربة ارى وراءو بحل مغني دي العراسة تيغنيو باش كيتلقاو يعني الهرامة ارى ماشي كيغنيو زعمال الشهرة ولا كيغنيو اسميت ولان هاد الناس مشهورين يعني ناس معروفين ولكن هادو مبقوش كيغنيو للشهرة بالعكس كيغنيو الغرامة وكيغنيو الريضة صاحب الجلالة كيف ما كنشوفو دونيا باطمة اللي عندها عند المالك دبا المشكل دبا في الاغنيات الاغنيات اللي لاجيه تشوفو الاغنية قاتلقا هادوك الناس المغنيين يعني نبقوش عايشين في المجتمع المغريبي يعني ماتيمتلوش المجتمع المغريبي وماتيمتلوش المغاربة وشوفو الطريقات اللي باز ديالعهم الانسان تلقى لابس الكل ملاين وما غانب الملاين و واللوك دياله بالملاين وكذا يعني هادوك الناس مبقوش guarantee لا يفكر مثلا في الوضعية للإنسان المغربي بسيط لأنهم يتجاوزوا ذلك المرحلة ولا نقولها لكم وأؤكدها لكم لا يفكر في شيء غريب ولا في الوضعية ولا في الوضعية ولا في المشكلة والفنان يقول لا تشاركت للرعاية لا تغني على المالك لا أعرف ما لا أعرف السياسة أنا فنان والفنان لا يعرف رأسه أنه طرف من السياسة ما الذي سيتمشي أسه الفنان والمغني سيتمشي تغني أغنية على المالك هذه هي سياسة هذه سياسة هناك تخدم القوالب في الأغلبية المغنيين التي تتحدث عن مشكلة مثلا مشكلة اجتماع تقول أنا لا أعرف السياسة أنا فنان أنا مغني والكلاخ هذه المغنيين هذه الفنانين في الأخير الزمن لا تعرفوا أن الفن هو امتداد للسياسة الفن هو يأتي من المجتمع يعبر على الآلام المجتمع الفن يعبر على الأحاسيس المجتمع كيف يحس المجتمع كيف يفكر كيف يفكر كيف يدير والفنانة هما لجينا نرى مثلا في التاريخ الفنانة الرسامة الموسيقيين اللي يكتبون القيصة يعني يعني دائما يكونوا مرتابين بالمجتمع ولكن دائما كنلقوا كنسمعوا ذلك اللعبة الفنان السلطان كنلقوا مغني السلطان كنلقوا شاعر السلطان هادو هما اللي كاد يفتح عليم أبواب المجل وهو الحاكم. عندما يجمع شخص الفنانة لا تشمعه هو العظيم. عندما يجمع محمد تنس رخصه يدير برنامج ديال دوفويس ويكون هو رئيس ديال لجنة التحكيم. لماذا؟ لان كنشوفو ما حمل واحد يخرج يغني على المالك ويتسابقه وشي يضرب شيء وانت مغنيتي مزيان وانت الدكور مكان مزيان وانت تقديم في الدكور ديالك وانت كدير يعني الفنانة ولو فحد الصراع كنه هو اللي غاد يكون احسن عن المالك هذا الشيء كنقول انا كنتمنى ان هذا المالك هذا يمشي يدير واحد برنامج تليفيزيوني ويجبع فيه المغنيين ويشوف كنه هو اللي يغني عليه احسن يعني يدير اه الاغنية الملكية يعني سباق الاغنية الملكية كنه هو هذا اللي غادي يعني افرعش اغنية ملكية لان كنشوفو دهما في الساحة الفنية المغربية ما بقى كدخل الاغاني يعني الاغاني الوطنية كنتو كنتو كتتذكروا الايام دي الحسن الثاني كانت في عيد العرش يعني اسبوع ولمرت اسبوعين من عيد العرش وكتلقى التليفيزيون كيكون فيها غير غير الاخبار الملكية والاغاني الوطنية يعني ما كنتحبش من هاد الشي هذا في العصر ديالنا احنا يا بها هاد تورا ديال الانترنت تورا ديال الاعلاميات تورا ديال وسائل التواصل الاجتماعي ولا موضوع اخر ولا وأن الفنانة كان شوفهم كي تسابقوا وحب الماليك واللي بغى يتصور مع الماليك واللي بغى ياخذ ويسام من عن الماليك يعني هذا هو الطامع لان هاد الفنانة مبقوش يأديوا الرسالة الفنية ولكن لو يقلبوا على الطماع يقلبوا على الغينات يقلبوا على التقرب للماليك على التقرب لرجال المال لان دباد الفنانة هادو اللي جيت يتقلب عليهم الوربان المال ينتمون الى الطبقة البرجوازية ولكن تبرو جوع لحساب مان تبرو جوع لحساب الشعب المغريبي لان على الشعب لان الشعب واللي كيسمع لي هوم الشعب واللي كيبغي هوم الشعب واللي كيزي هاد شعلك كيفاش تبرو جوع كيفاش يعني وصلوا اللغين واللوناس ينتمون الى الطبقة البرجوازية الفنانين كلهم يعني الفنانين المغاربة ده وكننا كان عارفوا ان مثلا في السبعينات وكذا كنا كنلقى وحد نوع من الفنانين اليساريين يعني كتلقى ضد النظام وكتلقى مثلا النظام تقلب عليهم وتيمن حمل الحفلات وتيمن حمل الغيوان يعني ذيك الصعوبات اللي كانوا يلقاها هو الغيوان في القيام بصهراء او لافس ميت يعني كانت كانت مشي للصهرات الغيوان اتذكر مشيت للصهرات الغيوان واحد المرة كانوا يديروها في السينما روايال كل العام كانوا يديرو الصهرات الغيوان في الرباط كانت مشيت كتلقى البوليس في ذيك الحفلة الغيوان كتر من الناس اللي كيت يعني كتر من الجمهور يعني كتلقى السيارات البوليس اللي بينها وكتلقى ليزان سبكتور والمخابرات وكتلقى الداخلية وكتلقى العامل ديال الوالي ديال الرباط تهوة يعني كتلقى واحد الحصار يعني ما عرفش انا علش اسمي ذلك الحصار رغم انهم كانوا كيغنيوا يعني اغاني اللي ما يعني اللي اغاني واقعية يعني ما فيهش شي حاجة ولكن يومنا هذا ما بقيناش كنشوفو هذا النوع ديال الفن الفن اللي كنشوفوه كله الفن ديال الخبز الفن اللي كي تسابقوا على الكلمات كي تسابقوا على الموسيقى مشي باش كي يقدموا واحد الفن رافع واحد الفن اللي كد غادي يعجب متلع جميع فئة الشعب لو كل القومة للفنان كي يسيب لي طبقا ديال الشباب كلقهمكي يسيب ليو الطبقة ديال المراهيقين كلقهمكي يسيب ليو الطبق اللي كاتمشي العالي المنوطز من كالك لبوز включد أغاني اللي كتلقوا هم كيقلبوا عالبوز يعني حتى ديك الوفكرة ديال ذاك الفن الحقيقي الطبق moyen والواقعي intuitive الفن الذي يوجد علاقه مع المجتمع أو إنسان أولا لم تكن مثل الفن قصر على اєкольку، خدمته أحد فرها لا متورتي والأحدف المنازل لأن الفنان هي الصحافي и المناظر فرناabord وهذه الفنان سوف نرى الفنانها بحل رجال الأعمال قمتون ابتأточين في ديور دونها الى اعمال الى كتاب على مستمر الى صفحة الرجال الاعمال وكل الشيء التضابي حيث للتضاب súper الصفحة كاتب الكلمات يعني يقول لها الفنان غير ديكور يعني يقول لها غير كابوق يعني كنشدهه كان عمره ودى كنحطه في الكلمات يكون حطاها في الموسيقى وطي يقول لكا اللك نتخرج ذاك الكلام يعني ما بقاش ذاك الفنان الحقيقي الفنان تسميزه لانا قال لها كل شي ده با تجارة كل شي دخل التجارة وكل شي دخل المرقة ولا الفنان المرايقي، أي فنان هو عبارة على مرايقي 100% لا كانت بد smelling من الكآخر بل laptops لا تأخذ سعد المجرد ولا رضوان تختار أي فنان مغني، أي مغني مغريبي كلهم طبالة، كلهم مرايقية ل Lovely Blo compar والله مرى مغني محمد الثالث من الأحسن يدير برنامج تلفزيوني ويكون رئيس لجنة ويبقى يختار كل ما يغنيه لأننا لا نعرف ما هي الأغنية التي أعجبت محمد الثالث والأولى ما أعجبت لأننا لا نعرف لماذا لأننا أغنية اسم عساد العام كل هم المالك وكل واحد يتصابق وهذا اللي يدير كليب وهذا اللي يدير كده وهذا اللي يدير رأسه عسكري الكوامانج يدير أغنية يعني كل شي كل شي والله اسميته يعني بحل ذلك اللعبة السباق إلى الفضاء ولكن نحن لدينا فيلم غريب ولا السباق إلى المرقب يعني شكل اللي غادي يوصل للغياء شكل اللي غا يخض المرقب بزا هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر عليه اليوم وتنتمنى يعجبكم وتنتمنى تكون المشاركة دي لكم كثيرة وتنتمنى التعليقات تكون كثيرة وتبارك الله عليكم وإلى موضوع آخر والسلام عليكم